اشتركوا في القناة ومناقشات تعادد من المقترحات المطروحة في هذا الإطار وتبادل الأراء والخبرات فيما يتعلق بأفضل الممارسات والابتكارات في تطوير رياضة التنس وجعلها أكثر جاذبية للشباب بما في ذلك تعزيز البنية التحتية وتطوير برامج تطوير اللاعبين الشباب وتعزيز الجوانب التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالرياضة بالإضافة إلى بحث سبول تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد البحريني للتنس والاتحاد الدولي لللعبة واتحاد غرب آسيا اليوم هو اليوم الأول لدينا العديد من الأجندة ونتمنى أن يتم تطبيقها حسب الخطط الموضوع لتكون المملكة موقعا عالميا للعبة التنس اليوم تناقشنا عن ما رأيناه يوم أمس من تجهيزات احترافية وضعنا خططا وبرامج للناشئة ليتم تدريبهم بشكل احترافي للعبة التنس وهناك أرض خصبة في مملكة البحرين ودعم مستمر لتطوير هذه اللعبة من بحرين، وفي هاكن المدارسي وضعه اشترك في الدولي وادم مستمر لدينا مرة مع القاتور بالناشئة grows 2